وعندما يحدث خلل هنا أو هناك ننبه نقول يا با يا معالي الوزير ولو معالي الوزير أنا كل أسبوع رحلاتك ليش؟ لأنه بها حلال وحرام هاي إذا سامعين بي وبها مستحقات خمزة ناس والوليادات المدراء وإدارة المجالس مع الشركات أنا أردس لكم أنتوا قلتوا راح نطل حستيا هذا سؤال وليس اتهام حستيا برمضان بنظام السلة الغذائية نستلم شهرين كل شهرين مرة استلمنا بالواحد بالثاني ما نستلم خمستاش ثلاثة راح تستحقق السلة الغذائية بخمستاش ثلاثة بمعنى أحنا اللي استلمنا هذا استحققنا مالة الحصة لعدوين الحصة اللي قلت حصة إضافية الرمضان ويوم 13 مدر 14 برمضان تشوكت تطون الحصة الثانية مالة رمضان محشيته بالتلفزيون وسنقوم وسندعم وفي رمضان هذا السؤال بريء إلى مهال الوزير وإلى مدير الرقابة وإلى المواد الغذائية وإلى تجارة الحبوب تطن للروح كيف؟ هذه قضية القضية الثانية السيد رئيس الوزراء والحكومة والبرلمان مهتمين بالأمن الغذائي وضرورة أن يكون لحكومة تصريف الأعمال قوانين تساعدها على أن نوفر الأمن للمواطن سيد رئيس الوزراء بذمتك أمام الله وأمام الشاب العراقي بأن تتابع ما ينشر وعن حالات الفساد نحن عندنا وزارة التجارة التحصة تموينية كل شهرين ومتعاقدة وبموجب التعاقدات أن تقدم المواد بمواصفات عالية ذاك اليوم مشعان الجبوري حتالي على المواصفات التي ستأتي سواء لها قمر وربيع عمي الساحنة راضين بالحد الأدنى والعقد الذي حصل في قضية السلة الغذائية مع هذه الشركة أن توفر جيوت ذات نوعية ونقاء عالي 100% بالعقد وبموجب التعاقدات اللي حصل أنه يتم الآن ملحق عقد وأنا قلت لكم هاي خبزة الناس كلنا احنا الله يعلقنا من هذا اللسان المشؤوم يوم القيامة عندما نسكت يسوون ملحق عقد دقيقة عمر هذا ملحق العقد بـ 23-23-22 بعد حار ومقسب ملحق العقد هذا ملحق عقد السلة الغذائية تتغير فيه نوعية الزيوت التي تسلم إلى المواطن بموجب عقد الأول مع السلة الغذائية واللي يقول زيوت عباد الشمس نقية 100% التلاعب اللي صار وأمام الدولة العراقية وأمام مزارة التجارة وأمام هيئة النزاة أعرضوا هذا العقد وأنا أريد تفسيراتكم لما يحصل أنا مكروهة وجابة ابنية خافحتي وما شوف العقد اطلع يا سيد عمر هذا الطرف الأول الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية يمثلها مدير عام رئيس مجلس الإدارة إضافة لوظيفته الطرف الثاني شركة الأول للتجارة والمقاولات العامة والتجهيزات الغذائية والصناعات الغذائية المحدودة يمثلها ناب المدير العام المفوض هذا عنوانه ملحق العقد الفقرة أولا ملحق العقد استنادا إلى قرار مجلس الإدارة العاد للطرف الأول اللي هي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المرقم تسعة والمتخذ بالجلسة الثانية من الدورة الثامنة في 16-3-2020 والمتضمن الموافقة على ما جاء بطلب الطرف الثاني اللي هو أبو السلة الغذائية المرقم 247 في 14-3-2022 رجالي أمر هذا بالفقرة هذه اللي قرأته الفقرة الأولى أنه أساد الموقرين في مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية زين عقدوا جلستهم الميمونة والمباركة ورأت على جدول أعمال هذه الجلسة المحترمة برئيسها وأعضائها الخمسة أو الستة زين هذا الجلسة رقم تسعة المتضمن الموافقة على طلب الطرف الثاني الطرف الثاني يا الطرف الثاني وافقت مجلس الإدارة بالجلسة رقم تسعة على طلب الطرف الثاني شركة الأويس شوفونا الكمل يا عمر شتفق الطرفان الله يرضى عليهم إلى يوم الدين يقوم أولاً يقوم الطرف الثاني بتجهيز الطرف الأول بمادة الزيت النباتي عبات الشمس اسمعوا مخلوط بمادة زيت فول الصوية وبنسبة خمسين بالمئة زيت عبات الشمس وخمسين بالمئة زيت فول الصوية با يقوم الطرف الثاني اللي هو بالسلة بتجهيز الطرف الأول كمية اثنين وسبعين ألف طن من ماتة زيت النباتي المخلوط وفق ما جاء بالفقرة أعلى ملحق هذا العقد هو جزء لا يتجزى من بنود العقد العصلي زين حرر استناداً حرر هذا العقد في بغداد المنصور مقر الطرف الأول بتاريخ 24-23-22 زين الطرف الأول يمثل الحكومة العراقية اللي هي المهندسة لما هاشم حسين المدير العام طبعاً السيدة هنانا المحترمة البعض والله ما عرف يسمونها أم البيت هي مدير عام وهنانا الوليد أيضاً صفائش غاتي كاظم يبكي المار عليكم هذا الاسم ارجع لي يا عمر أنا هذا العقد أضعه أمام الجهات المختصة نزاهة ورئيس وزراء وجماعة الأمن الغذائي هنا يقول ملحق العقد هذا جزء لا يتجزى من العقد الأصلي زين هو عقد به ملحق والعقد الأول تطون الهاي الوادي زيت نقي صافي من عباد الشمس ليش الآن الدولة ش تغير بالعقد من استحقاقات من فلوس من مستحقات تستفادها الدولة بحيث تغير لبسلة الغذائية العقد من مئة بالمئة عباد الشمس إلى خمسين فور الصوية وخمسين عباد الشمس في حين وهذه الأرقام يجب أن تثبت أنه زيت النقي اللي من عباد الشمس سعر العالم لحد اليوم الخميس الفين وثلاثمائة وخمسين دولار للطن سعر الطن لفول الصوية بستثمائة دولار حتى يخففون عن الوليد سووا له خمسين بالمئة أنا بريء في أسئلتي اللي يغير هذا أليس المفروض هي وزارة التخطيط وجهاز التقييس والسيطرة النوعية زين هذا القرار من يصير تغيير بملحق العقد وين رأي الوزارة بعدين مجلس الإدارة يا أخوان اللي يتعلق باستيرات قوت الشاب أسبوع الجاي رح أعرض لك السادة الخمسة اللي هم مدراء الأقسام بالشركة بالتخطيط وبالتسويق وبالقالونية وأبو الرقابة وأبو الحبوب اللي وقعوا على هذا العقد سؤالي ليش وقعوا دزلتو أو سواتو فول الصوية وأجتكم شكاوي الزيت من ينحطونا يحطونا بالطاوة من يفور يقوم يطلع بالعراق نسميه زنتي ريحة مال سمج يا دولة الرئيس اسأل مدير مكتبك اسأل الجماعة قلهم شو هذا المسودة يصرخ شو هذا المسودة يصرخ ما يشوفوا النياش به دز على المعالي وجيب الطاوة وجيب الطباخ وحطه باجتماع مجلس الوزراء ودير الزيت الجديد اللي وقعته أمه البيت والشم الريحة به واذا طلعت الريحة زنشة وزفرة شيل المذنب حطها بالطاوة والله من لي أنا من الحج وصلك سيادة الوزير تدري لو ما تدري من غيره والعقد قالوا لك ماشي قد تكون هناك ضرورات لتغيير العقد اطلع في دول عيونك اطلع وقل لنا ليش غيرت العقد سوات لنا خمسين فول الصوية وخمسين عباد الشمس ومن غيرت العقد سيستفادت غيرت من نسبة التعاقدات لو لا نعنة الله على كل فاسد وكل حرام وكل من عبث بلقمة العراقيين حتى يستفاد بحق شهر الرحمة اللهم ربي اضحهم فضيحة ما كان احدا من قبلهم قد بر بها اللهم ربي اقلب سافلهم عليهم سافلهم اللهم ربي عرهم بهذا الشهر الكريم اللي يسوون هذا بالشعب العراقي بهذا الشكل الله لا يوفق لا كبيركم ملا صغيركم